بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين العام للأمم المتحدة استند إلى المادة 99 لإلزام أعضاء مجلس الأمن بالتدخل لحل المشكلة في غزة والمنورة البرية في شمال القطاع وكيف ضارت الاشتباكات وفشل التواغل من الشرق من محور الشجاعية في الالتقاء بمحور الشيخ رضوان لهذا السبب وكيف تعاملت الكوات الفلسطينية مع مخطط غمر الأنفاق وأكبر المعارك في محور خان يونس جنوب قطاع غزة أكبرت الجيش الإسرائيلي على فتح محاور جديدة وهذا هو الهدف النهائي تفاصيل وتطورات مهمة جدا هننقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة المعلومات السياسية عادة بتكون متدولة بشكل كبير على المواقع ولكن التحرقات الميدانية هي الشئ الصعب في الوصول للمعلومة فيه خصوصا مع حالة التعتيم الإعلامي عشان كده هنبدأ بالجوانب الميدانية فيه معلومات إن وزير الأمن الداخلي في حكومة نيتانياهو إتمار بن جفير اعترض على أسلوب وزير الدفاع وقادة الجيش اللي وصفهم بالبطاء وطالبهم بتسريع التحرقات البرية فحصلت خلافات بينهم لأن جلانت شايف إن تسريع التحرقات البرية هيسبب خسائر كبيرة في الجيش فبن جفير بيطالب بتغييره والنهاردة فعلا واضح إنهم بيحاولوا تسريع تحرقاتهم البرية وده تقدر تلاحظه في محاور المعارك الرئيسية وهنبدأ من الشمال وزي ما قلت لحضراتكم النوم بيحاولوا تطويق بيت حنون من محورين محور من الشمال ومحور من الغرب عشان يلتقوا ببعض فشلوا على مدار يومين في النوم يوصلوا لنقطة الالتقاء اللي تمكنهم النوم يكونوا طواقوا المدينة اللي استعصت عليهم على مدار الشهرين اللي فاتوا العقبة الأساسية أمامهم في منطقة مستشفى كمال عدوان من جهة الشرق ومدرسة شادية الغزالي من الغرب وخسروا في المعارك الأخيرة أكتر من 12 دبابة ومضرعة بخلاف الكمائن اللي اتعاملت لقوات المشاء اللي بتتحرك في مجموعات وتم استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد فالنهاردة غيروا مصار المنورة وبيحاولوا النوم يتفادوا العقبة أو النقاط القوية اللي بتواجههم في كل محور من الاتنين ويخلوا نقطة التقاءهم تكون في منطقة أبعد شوية في بعض المواقع اتكلمت أنهم فعلا لما عملوا التحرك دا تمكنوا من الالتقاء في منطقة أقصى الجنوب الشرقي من المدينة ولكن في مواقع تانية بتقول أن الأمر لم يحسم لحد الآن ولكن المؤكد أن عملية التطويق البري من فوق الأرض نفسها مش مؤثرة في ظل اعتماد القوات الفلسطينية على الأنفاق هم فعلا بيشتغلوا على إنهاء الأنفاق بمضخات المياه ولكن لحد الآن مفيش أي نتيجة تدل على نجاح خطتهم في التعامل مع الأنفاق وفي الشمال برضو حصلت معارك قوية في الشجاعية وجباليا وده كان أمر متوقع جدا لأن دول أكتر منطقتين بيمثلوا الكسافة السكانية وبالتالي برضو معاهم كسافة أكبر في عدد القوات الفلسطينية في محور الشجاعية بعدما القوات الإسرائيلية توغلت بسهولة في المناطق الزراعية والمناطق المفتوحة من الشرق واجهوا مقاومة كبيرة جدا بمجرد دخولهم للمناطق السكنية والنهاردة القوات الفلسطينية أعلنت أنها دمرت 79 دبابة ومضرعة في مختلف المحاور خلال آخر 3 أيام والقوات الإسرائيلية حاولت أنها تعمل تمركزات سبتة في مناطق معينة ويعملوا سواتر لحماية الدبابات تتحرك منها للتوغل ولكن ده ما كانش مفيد والنهاردة لما بدأوا التحرك من الشجاعية تلقوا خسائر كبيرة في الدبابات والمضرعات بقزائف الياسين 105 وقزائف التندم وعبوات شواز والعمل الفدائي في اتجاه الغرب الجيش الإسرائيلي بيحاول التوغل عشان يلتقي بالمحور اللي بتحرك من الشجاعية وكمان المستهدف الأهم في محاور الغرب عموما هو الوصول لفتحات الأنفاق عشان يبدأوا في تنفيذ خطة مضخات المياه ولكن القوات الفلسطينية من الواضح أنهم بدأوا يتعاملوا مع السيناريو ده من خلال تفقيخ فتحات الأنفاق بحيث أن مع محاولة الاقتراب منها يضربوهم عن بعد وده حصل بالفعل النهاردة في محور الشيخ ردوان وهم في محاور الغرب عموما وجهوا مقاومة كبيرة النهاردة أما أبرز المحاور اللي دارت فيها أكبر المعارك النهاردة كانت في الجنوب في محور خان يونس اللي اتعرض لقصف جوه استيري ورغم كده برضو الجيش الإسرائيلي وجه خسائر كبيرة جدا في منطقة شرق وشمال شرق خان يونس بالإضافة لمحاور الجنوب رغم أنه بالأمس كانوا تقدموا في منطقة شارع صلاح الدين النهاردة برضو حصل تواغل عن طريق صلاح الدين في اتجاه الجنوب وفي نفس الوقت فتحوا محورين من الجنوب الشرقي من منطقة نيريم من شرق خان يونس عشان المحاور دي تلتقي بالمحور بتاع صلاح الدين وبيكسفوا من تحركهم في المناطق الخالية عشان يعلنوا عن تطويق المدينة ورغم أن ده ميدانيا ما لوش تأثير حاسم على الأرض ولسه لحد النهاردة القوات الفلسطينية بتقصف الحشود البرية الموجودة شرق خان يونس بمدفعية الهاون ومنظومات رجوم وخلال تحركهم قوات المشاة من محور شرق خان يونس النهاردة القوات الفلسطينية نصبت لهم كمين لمجموعة من المشاة بالعبوات المضادة للأفراد وأوقعوا فيهم 15 جندي من المشاة وتقدم القوات الإسرائيلية من محور كيسوفيم في تطويق خان يونس عن طريق صلاح الدين بيعتبر كل تحرك في مناطق مفتوحة ما بيواجهش شيء عطل تحركه غير في المناطق القريبة من المناطق السكنية وعمليات القصف اللي بتتم بتستهدف الكوات البرية والكمائن اللي بيتم نصبها لمجموعات المشاة المترجلين ولكن بمجرد ما بيبدأوا الدخول في المناطق السكنية بيواجهوا خسائر كبيرة زي ما حصل في منطقة مدرسة عبدالله بن رواحة وبيعملوا تطويق لمستشفى دار السلام وحصلت اشتباكات قوية في محاور السائية والعلم ودي مناطق التقاطعات مهمة وهم الحد الآن ما دخلوش لقلب المدينة نفسها ولكن بيقصفوا بالطيران وفتحوا محاور جديدة في منطقة نيريم في اتجاه عبسان وبني سهيلة وخلال توغلهم من المحاور دي تعرضوا القصف من مدفعية الهون ومنظومات رجوم وبدأوا يستخدموا مجمع مدارس القادة اتنين في التحصن كمقر او قاعدة للكوات الاسرائيلية والخطة الاسرائيلية اللي بدأوا تنفيذها في الجزء الجنوبي من قطاع غزة انهم هيحاولوا يقسموا خان يونس لاجزاء ويفصلوها عن بعضها ويعملوا مناطق فاصلة ما بين بني سهيلة والقرارة وعبسان الصغرى وعبسان الكبرى وبعدين يبدأوا يدخلوا كل مربع او منطاع على حدة وينتاكلوا ما بين البلوكات قبل ما يبدأوا في الانتقال لتنفيذ نفس الخطة في محاور الجنوب الغربي من قطاع غزة وهم بطبيعة الحال بيشتغلوا على تنفيذ خطة مشابهة في محاور الشمال اما فرص ان النمط ده من التحركات يمكنهم من تحقيق هدفهم وجهة نظر شخصية مش هينجحوا ضد المقاتلين الفلسطينيين ولكن هيدغطوا اكتر على المدنيين في ملف التهجير والحد النهاردة التحركات على الارض بتكشف ان ده الهدف الغير معلن او المعلن قبل ما يتم التراجع عن اعلانه والامر جاد جدا وفي خطوة بتعتبر ندرة الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش استخدم المادة 99 واللي نادرا لما حد بيلتفت اليها واللي بتعطيه الصلاحية الالزام اعضاء مجلس الامن بالتدخل في حالة تعرض النظام الانساني للخطر الشديد واستند في تطبيق المادة على قطاع غزة في ان جنوب غزة انتقل اليه 80% من سكان القطاع المهجرين من الشمال ومن وسط القطاع واصبحوا موجودين في منطقة حرب بتعرضت حسب البيانات الاخيرة للقصف وتم استهداف المنطقة الجنوبية 250 مرة خلال اخر 24 ساعة في وقته اصبح فيه ملايين موجودين في الجنوب بدون مقوى وبدون مقاومات الحياة الاساسية وبشكل بيهدد الامن والسلم الدوليين وتكلم عن القرار اللي صدر من مجلس الامن بان يكون فيه فترات توقف او هدنة طويلة والسماح بدخول المساعدات للقطاع الا انه في ظل توقف المفاوضات حتى على تجديد الهدنة بعد ما سحب نتانياهو وفض المخابرات اللي كان موجود بيتفاوت في قطر توقفت فرص تجديد الهدنة وبعد تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالانت ان امامهم لسه شهرين من العملية العسكرية المكسفة في القطاع فيه معلومات عن تدخل امريكي وخلافات على المدة المتبقية وانهم لازم ينهو الحرب قبل نهاية الشهر لان فيه شك مش قليل في الادارة الامريكية شايفين ان امريكا هي اللي بتتحمل تبعات تصرفاتهم ولكن واضح ان الشك الغير مؤثر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا